إذا ما تعارك البرلمانيون لا يوفر أحدهم أداة لضرب زميله الخصم أو الوصول إليه والفيديوهات كثيرة لكن ينظر جدا أن يصفع برلماني زميلة له داخل حرم البرلمان وهذا ربما حدث في برلمان تونس كان العراك بين النائبة عن كتلة الدستوري الحر وهذه هي اسمها النائبة زينب السفاري وأيضا كان النائب عن حركة النهضة وكتلة حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي ناجي الجمل وقع العراك في بهو البرلمان وعندما قامت زينب السفاري بتصوير الجمل ناجي الجمل بينما رفضه وتصويره وزملائه وهذا ما حصل غضب التونسيون وكان غضبهم يعني واضحا في بعض التغريدات جمعة يقول هذا هو برلمان الخراب والاعتداءات المتكررة المثل يقول الباب ليجيك منه ريح سيد دوستري ياسين جدة يقول ياسين صار لازم وحتما حل البرلمان تجنبا للمشاكل وهكذا نرتاحه من كل أشكال العربدة والتنمر والتنبير التنبير وعمل انتخابات تشريعية جديدة أيمن الصغير يقول عام 1993 بوريس يلتسن يقصف البرلمان بمن فيه من وقتها أصبحت روسيا دولة عظمى فريد عباس يقول في تغريدته فريد عباس الغريب في الأمر أنهم يعتدون إلا على النساء وهذه هي الرجولية الذكورية والله شيء أسف في هذه البلاد سوما عوالية تقول أغلبيتهم يضربون نساهم ما تتغركمش الابتسام الصفراء والكلام المنمق ما شيء في بالهم البرلمان بل بيت الطاع أصدر الجمل طبعا نهجي الجمل بيانا على صفحته على فيسبوك يقول فيه نبهت عليها مريارا ألا تصورني وإلا سأمنعها بكل الوسائل فتمادت فاضطررت لافتكاك هاتفها ورمه أرضا فحاولت الاعتداء علي البعض يتهمني بصفعها لم أضرب امرأة وأنا شاب في مقتبل العمر هل سأفعلها وأنا جد؟ اسألوا الشهود من نواب وموظفين وإعلاميين يأتونكم بالخبر اليقين شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها